عطفاً على مسلس برمودة للاستهل بيه المهندس عدل الحلقة نشوف ضربة البداية مع مقالي ومقاله السلاس الخطر احذروه انت قلت الاعلام المضلل والمزيف والمدفوع والمدفوع وانا استلهمت من الاسكريبت اللي انت عامله انك حاطت نموذج في كل فقرة من الفقرات يشير الى هذا الخطر وهذا النوع من الاعلام الذي اصبح يقود الوسط الرياضي ويقود المجتمع الى حالة من الاحتقان والاكتئاب لانك انت دلوقتي لا يعني الشرفاء يدفعون الثمن الاعلام اصبح للأسف الشديد استطاع ان يغزو عقول جزء من شبابنا اللي هم ما همش شايفين حاجة غير كده قليلا ما يروا الاعلام الشريف اللي عنده رسالة واحنا بدورنا بنتصدع لعد ما نقدر ونتعرض لسهام شخصية ناس كتير بتكلمني كل يوم والتاني شوف كتب ايه شوف بيرد عليك ايه شوف مش عارف ايه لكن اصاز ابراهيم احنا اتفقنا من الاول اللي يصبنا احنا بشكل شخصي ما كانوش البرنامج احنا البرنامج بيدافع عن حق النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي ايه اما حقوقنا الشخصية اللي حاجة جاوز عارفين هنجيب حقنا منه ازاي ايه الاعلام المضلل او المزيف كمان لان الحقيقة الناس بتستهين بالموضوع الى ان تقع الفاس في الرأس من بدر قوي في كل حلقة تقريبا كنا بنقول ملك وكتابة كبرنامج ملوش صفحة على السوشيل ميدي لا على تويتر ولا على الفيسبوك المهندس عدل القاعي لشخصه ملوش حساب ملوش حساب على الفيسبوك او على تويتر باسمه ولا انستجرام ولا حاجة ولا على انستجرام ولا على كل الوسائط اللي اعلامها ولا عرفها ولا مهتم من يبقى لي حاجة لكن متخيلين انه في ناس عندها قدر من التجرق الغريب الحقيقة ان تعمل اكاونت باسم عدل القاعي وصورة البشوانس عدلي وتفضل تتكلم تبارك لمحمد وتبارك لمنا وتهني ويمارس دور انه هو ده صاحب الصفحة هو ده ده حسابه ده جر الرجل ده اه بالضبط لغاية لما يثبت الصورة ولما تثبت الصورة يضرب الضربة بقى اللي ممكن تسيق لناس اللي ممكن تشتبك مع ناس اللي ممكن تعبر عن حاجة ما هيش في وجهة نظر الموانس عدلي مش 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 ممكن اللي هي المقصود بيها ايوه المقصود بيها ان يدخلك فيه اشتباك مع اطراف بعضها مهما اختلفت معاها لكن في الاخر ده مش اسلوبك اولا ده مش اسلوبي ومش منهجي وانا لو عايز اختار اسلوب الهجوم من الاول كنت اختارته لكن احنا اختارنا الطريق الصعب والترافع والتعفف زائد ان الناس دي شئنا او لم نشأ متربين معانا ومتربين قدامنا مهما اختلفنا معاهم فيما يقولونه لكن كل واحد برجع اقول يعني محسوب عليه ما يقوله انا مش دوري ان احاكم احد في خاص لكن لما يجيب سيرة النادي القليل بحاجة انا برد ولا انا رد باسفاف ولازلك قدهشني جدا جدا شوف الكابتن فلان بيرد عليك عشان انت قلت عليه واحد لم يحدث ما عنديش حساب مش عشان انا بقول كده عشان انا مش عايز اشتابك معاه انا كده كده مش هشتابك معاه مهما عمل هو او غيره هو او غيره لعن عندك الحقيقة فضيلة الترافع دي لسبب هو انا هضيع نفسي على اخر العمر بدك الصحب اولا ان انا اتصرب بمنهج مش بتاعي ثانيا ان انا يعني انشغل عن الهدف الاصلي بتاعي في الدفاع ثالثا انا محدش افرض عليها المعركة اللي هو عايزها يعني انت ما تعملش اكاونت باسمي عشان تفرض عليها معركة غير موجودة هذا ليس نوع من يعني ان انا عشان حد اشتامني فانا بقولك لا 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 اطلاقا اتفضل يكامل زي ما عايز لان انت عارف استاذ ابراهيم احنا من زمان قلنا لكنا عايزين نخوض هذه المعركة الاعلامية الغير منضبطة كنا خدناها ولكن احنا رفعنا من الاول شعار ايه المكتوب ولايس الكاتب اولا احنا بنتكلم على المكتوب ولايس الكاتب فيما خص النادي الاعلام مش فيما خصنا ثانيا افرض ان في حد يا سيدي شتمك في الشارع مش هنزل تخني معاه صحيح لان الحكم اللي بتقول لا تصارع الخنزيرة في الوحد يستمتع هو تتسخ انت ما انتش كذبان في ناس اشتر منك في الحتة دي هتخلص يعني انت اللي انت في الاخر هتخسر هو ربما يكون ده ما يزعجوش انا مؤكد اي حاجة هتطلني حديني فانا مش مش يعني المسألة مش شطارة انك تستدرج اتنين اشتموا بعض ولا امانة ولا ضمير ولا وبطلب من اي طرف في اي لحظة يقرأ حاجة على اسم يرفع سمع تليفوني يتكلمني وعندي من الشجاعة ان انا قلت كده وانا كنت اقصد كده ام اقصدش كده ورماعة الشيء الوحيد اللي يتحاسب عليه الكلمة اللي بقوله في ملك وكتابة هنا وعلى فكرة احنا ملناش موقع على ملناش صفحة باسم ملك وكتابة الا دية ضمن السوشيال ميديا بتاعت القناة انما ينزل نام في ملك وكتاب وقوله كلام على لساننا هذا كلام شغل لجان وزا ما انت بتقول يبتدي الاول يعلي فيك وبعدين يروح باخك السم بقى في العسل ويتفرج على خناقة هو بيصع عليها من اول يوم لسنا في يعني لسنا هذا النوع من الناس او الاعلمين اللي خشوا في هذا النوع من الخلاف مليش لا حساب على الفيسبوك ولا على تويتر وانا سجرام ولا اي وسيلة من الوسائل والشيء الوحيد الذي يمكن ان يؤخذ يؤخذ من هنا من هذا المنبر وعلى لساني على الهواء مباشرة ارجو ان ده يكون واضح وارجو ان كل واحد بيهمه النادي الاهلي وبيهمه اعلام الاهلي بيهمه ملك وكتابة بيهمه عدل القيعة بيهمه بريم المنسي على صفحاته وعلى محيطه ان يؤكده على هذه الحقيقة احنا ملناش اي مواقع انا مليش مواقع باسمي على اي وسيلة من الوسائل واي اه التواصل الابتماعي واي كلام يأتي ذكره عدل القيعة قال كذا وقعدت لو قال كلام كويس انا مقلتولوش لان دهن حتى بينهانا على ان تفخر بما لم بما هو ليس فيك يعني فريد انو قال على عدل القيعة ده حاجة كويس اهوه والناس يا سلام يا كابتن عدل اهو كده الشغل انا ما قلتش ديني بينهاني على ان انا اتمتع بما لم افعل بينهاني على هذا وإلا اصبحت منافقة اللي بتقال كويس اللي بتقال وحش انا لم اقول هو في ايه تاني نقوله يا جماعة اكتر من كده الحسابات اللي باسمك وصورتك انت قلتلي هتكلف المحامي ياخد اللجرات حشوفوا ايه اللي يتعمل ولو انها وجع دماغ لكن هعملها بقى لاننا يعني انت فيه واضح ان فيه مخطط وفيه ناس اعدام اجرى شعوقة ده همها بتعمل بتنفيذ هذا المخطط وارجو من اخواننا اللي بنتطافق ونختلف معاهم على الكثيرين منهم من ابناء النادي الالي خلي بالكم محدش واقع بنا وخلي بالكم نتحاور وخلي بالكم انا بقول هذا الكلام مش عشان انا خايف من الشتيمة بالعكس الشتيمة بتكسبني سواب وبتفقدك حسنات ومعديش مشكلة وانا مش في العمر ده ساذا ابراهيم حخاف من حد بيتقاول علي لان انا خلاص خمسة وخمسين سنة كتاب مفتوح قدام الناس اللي حبيني حبيني اللي وثق فيه وثق فيه اللي محبينيش هيصدى اي حاجة انا مش منشغل وقضيت ان الناس حبيني وقال لأ ما بقيتش همي خلاص انا كل همي ان انا كامل رسالتي فيه الدفاع عن النادي الاهلي وارجو ان انا اكون بساهم ولا بقدر اقدي كده في هذا الامر